خسائر القطاع النفطي وصلت لمليارات الدولارات هذا ما أعلن عنه وزير النفط التابع للنظام علي غانم لتلفزيون النظام غانم اعترف أن خسائر القطاع النفطي وصلت لأكثر من 74 مليار دولار وهو ما يزيد عن 37 تريليون ليرا سوريا مشيرا إلى حاجة سوريا لاستراد النفط بنسبة 100 إلى 136 ألف برميل يوميا من النفط الخام إضافة لوجود صعوبات لوجستية ومالية لتنفيذ عمليات التوريد حسب قوله في الوقت الذي تشير فيه العديد من التقارير أن سياسات حكومة نظام بشار الأسد تسببت بتضرر قطاع النفط في البلاد بشكل عام إضافة لانتشار الميليشيات التي باتت تسيطر على العديد من أبار النفط في سوريا وتأكيدا لما صرح به وزير النفط التابع للنظام عن تضرر قطاع النفط في سوريا كشف موقع سيريا نوز الموالي على لسان أحد أعضاء مجلس الوزراء التابع للنظام أن إيران هي السبب الرئيس في أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها سوريا منذ أشهر وذلك بسبب تأخر ترتبات الخط الاعتماني الإيراني الجديد مع نظام بشار الأسد